اهلا بكم من جديد في انجاز جديد لمملكة البحرين ضمن المؤشرات العالمية اعلن البنك الدولي عن قائمة افضل عشرين دولة الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال دوينغ بزنس 2020 وذلك من اصل 190 دولة يضمها المؤشر الذي سيصدر في تقرير الاعمال 2020 بنهاية اكتوبر المقبل وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني ان مملكة البحرين حارصة على ان تكون في طليعة الدول التي تؤمن المناخ الاستثماري الملائم لتحفيز القطاع الخاص وذلك انعكاسا لتوجهات الحكومة الموقرة الهادفة الى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني ونجاح تلك الجهود في الدخول في قائمة افضل عشرين دولة الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال في تصنيف التقرير الجديد للعام الفين وعشرين في اطار جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتعزيز العلاقات بين الشركات المدرجة والمؤسسات الاستثمارية اختتمت بورصة البحرين جولتها الترويجية بالتعاون مع HSBC وانعقدت الجولة في لوكسنبرغ خلال الفترة من الرابع والعشرين الى السادس والعشرين من سبتمبر 2019 وتضمنت احد عشر ممثلا عن اربع شركات مدرجة من كبار التنفيذيين وقال الشيخ خليفة بن ابراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين حول نتائج هذه الفعالية ان المشاركة النشطة مع الصناديق الاستثمارية العالمية تشكل دورا فاعلا في ضمان سيابية الاستثمار من قبل المستثمرين العالميين ومدراء صناديق الاستثمار والان نترككم مع اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الاسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين فقد اقفل مؤشر البحرين العام باللون الاحمر منخفضا بنسبة صفر فاصل ثلاثة وعشرين بالمئة ومقفلا عند مستوى الف وخمسمائة وسبعة عشرة نقطة وذلك عائد لخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة ثلاثة ملايين وتسعمائة واحد عشر الف سهم بقيمة اجمالية تجاوزت ستمائة وخمسة وخمسين الف دينار تم تنفيذها من خلال اثنتين وثمانين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع الخدمات اما بالنسبة الى اغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي اغلقت عند مستوى ثمانية الاف وخمسة وخمسين نقطة بارتفاعا بلغت نسبته صفر فاصل اربعة وثلاثين بالمئة وبالنسبة لسوق ابو ظبي للأوراق المالية فقد اغلقت عند مستوى خمسة الاف واربعة وسبعين نقطة بارتفاعا بلغت نسبته صفر فاصل تسعة ممنع بالمئة وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد اغلقت عند مستوى الفين وسبعمائة وثمانين نقطة بانخفاض تجاوز النصف نقطة مئوية قالت مصادر أن شركة أرامك السعودية خاطبت جهاز أبوظبي للاستثمار وجي آي سي بي سنغافورة وصناديق ثروة سيادية أخرى للاستثمار في الشق المحلي لإدراج الشركة النفطية العملاقة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق تقييمها المستهدف عند تريليوني دولار وضافت المصادر أنه بعد محادثات أولية في الأشهر الماضية بين السعودية وحكومات في الخليج وآسيا بدأت الاتصالات مع صناديق الثروة السيادية لتلك الدول من خلال بنوك جرى تعينها لإدارة الطرح العام الأولي المزمع لأرامكو أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بدء العمل على رؤية جديدة لخطة التنمية الاقتصادية الوطنية لافتا إلى القيام بطرح مجموعة من الأفكار والبرامج والتشريعات المحفزة للاقتصاد قريبا وقال حاكم دبي في تغريدة له على تويتر أن رسالته للجميع هي أنهم لن يقفوا لأنهم في دولة الإمارات لا يعرفون التوقف ولا يحبون الراحة وأقر مجلس الوزراء اليوم توفير 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال ثلاث سنوات كما اعتمد صندوقا بـ 300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن وتخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين وتدريب 8 ألف مواطن سنويا في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل منظمة التجارة العالمية تؤكد أن إيرباس ومنافستها بويند حصل على دعم بمليارات الدولارات لا تنسيه القواعد بدأت تأثيرات تبطء الاقتصاد العالمي وارتفاع التعريفات الجمركية في الانتقال إلى الاقتصاد الأمريكي وذلك بسبب تبطء الاستهلاك وخفض حجم استثمارات الأعمال وفقا لصحيفة وولستريت جورنال وارتفعت معدلات استهلاك الأفراد وإنفاق الأسر بنسبة 0.1% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو الماضي ورغم هذا النمو إلا أنه يعد الأبطأ خلال السبعة أشهر الماضية الذي وصل متوسط معدل النمو خلاله إلى 0.5% وكان الاستهلاك النقطة المضيئة في الاقتصاد الأمريكي لكن ضعف الاستهلاك في أغسطس أظهر أن المستهلكين قد تعرضوا إلى بعض الرياح المعاكسة من عوامل خارجية التي أثرت على الأعمال والمصانع لأشهر وفي الصين أعلن وزير التجارة الصينية تشونكشان أن الشركات الصينية تواجه مصاعب عديدة بسبب الخلافات التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين وقال شان خلال مؤتمر صحفي في بكين أن التجارة تواجهها تحديات غير مسبوقة تحديات خارجية وداخلية وصرح المسؤول الصيني أن بلاده ستوسع أو تتوسع في الاستيراد وأن الإجراءات الرامية لاستقرار التجارة ستفرز نتائج إيجابية ومن المتوقع عقد جولة جديدة من محادثات التجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم في واشنطن يومي العاشر والحادي عشر من اكتوبر أعلنت حكومة إيمانويل ماكرون عن مشروع موازنة للعام 2020 لدعم القدرة الشرائية في أجواء من تباطئ متوقع للنمو وقال وزير الاقتصاد والمال برونو لومير في مؤتمر صحفي عن تقديم مشروع قانون المالية في مجلس الوزراء أن أزمة سترات الصفراء والقلق على الاقتصاد العالمي يدفعهم إلى اتخاذ قرارات تشجع الاستثمار والاستهلاك وتنوي الحكومة حسب مشروع الموازنة خفض الضرائب على الفرنسيين بأكثر من 9 مليارات يورو أي ما يعادل 10 مليارات دولار توجه العلاقات التجارية عبر الأطلسي أزمة جديدة هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يمنح محكمون دوليون الولايات المتحدة تعويضا قياسيا يسمح لها بفرض رسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي بمليارات الدولارات في إطار النزاع الدائر منذ فترة طويلة بشأن دعم صناعة طائرات وخلصت منظمة التجارة العالمية إلى أن كل من شركة صناعة الطائرات الأوروبية ومنافستها بوينغ حصلا على دعم بمليارات الدولارات لا تجيزه القواعد وذلك في قضيتين تنظرهما منذ 15 عاما ومن المتوقع أن تكشف المنظمة هذا الأسبوع حجم السلع التي يحق للولايات المتحدة استهدافها وقال أشخاص مطلعون على القضية إن من المتوقع أن تمنح حيئة التحكيم المكونة من ثلاثة قضاء الولايات المتحدة 7.5 مليار دولار وهو رقم قياسي بالنسبة للمنظمة التي تأسست قبل 24 عاما ترجمة نانسي قنقر